بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم جدا سهل رح نحكي عن CSS Box Model في البداية إذا نحكي أول شغلة عن الكونتن إيش هو الكونتن؟ أبسط لك الفطرة لما مثلا أنا أحكي H2 فلن بحكي عن Text لما مثلا أستخدم Image فلن بحكي عن Image فالكونتن هو عبارة عن الانيمت اللي نحن نستخدمها زي التكست الإمج اللينك وكما يشغل هذه الثاني علمتك إيها سابقة زي UnOrder List والOrder List والList Item كل شيء علمتك إيها في الأستباب يحكي عنه كنتن توقع هذه سهلة بعد هيك بيجي عندنا البردر برفو إحنا تعلمنا البردر في المحاضرات السابقة إيش هو تعريف البردر؟ البردر بحكي لك هو عبارة عن Line يعني خط Around حول الانيمت يعني هو عبارة عن خط حول الانيمت الانيمت هي نفس الكونتن تمام؟ في بحكي لك إنه البردر هو عبارة عن Line حول الكونتن طيب جميل بيجي عندنا شغلة اسمها Badding البادنج هي عبارة عن Invisible Space Around theكونتن شمعنا الكلام ها Invisible يعني غير مرئي يعني هي مساحة غير مرئية بتكون حول الكونتن أبسط لك فيه البادنج هي المساحة الفاغية بتكون بين الكونتن وبين البوردر بتقدر تزودها وبتقدر تقللها ونحن نشرحها إن شاء الله في المحاضرة القادمة هاورة ثانية البادنج هي المساحة بين الكونتن وبين البوردر بعد هيك بيجي عندنا المارجن شو فكرة المارجن؟ هي Space Outside of the element هي المساحة الخارجية بتكون للعمصة بشكل كامل تمام هي المساحة الخارجية يعني بعد البوردر انت مثلا ضايف H1 بدك اياه من top يعني من فوق من رأس الصفحة بيكون بعد مثلاً خمسين بكسل ونحن نشرحها إن شاء الله في المحاضرة القادمة وكيف نطبق المارجن والبادنج في محاضرة اليوم بس نازم تعرف إن البادنج هي المساحة بين الكونتن والبوردر والمارجن هي المساحة الخارجية كمان في شغلة اسمها width وفي شغلة اسمها height وبعضو شرحناه في الأجتمال الwidth هي العرض والهيط هي الطول لكن في CSS الموضوع شوي بيختلف اختلاف بسيط كيف؟ بيقول لك حجم width ونقسم لعدة أقصى أول قسم هو الleft border مش حكيناه هنا بوردر وقلنا البوردر إلو سماكة فعرض البوردر بدخل داخل الwidth يعني أول إشي عنا left border بعدين الleft padding مش حكينا عنها البادنج اللي هي بين الكونتن وبين البوردر وكمان الwidth الخاص في العنصر وكمان الright padding الright padding هي المساحة بتكون على يمين العنصر وآخر إشي أكيد أنت عرفتها وهي الright border طبعا كلامي من الwidth من إيش متكوين؟ متكوين من left border left padding الwidth الخاص في العنصر وright padding وright border طبق الheight أتوقع صارت سهلة بالإسمائلة عندك top border في البداية بعدين top padding بعدين height شو معنى top؟ إنه من فوق تمام؟ بعدين رح يجي عندنا هنا bottom padding هي شو فكرتها؟ من تحت بادق من تحت وآخر إشي عندنا bottom border أتمنى تكون فهمت فكرة width and height وفهمت كمان CSS books model طبعا هذا CSS books model هو قمار موجود في diff tool يعني لما أجي مثلا أنا أشوف diff tool وأشوف العنصر رح ألاقي هذا books موجود قدامي في diff tool وإن شاء الله في المحاضرة القادمة لما نطبق margin وال padding رح نشوف هذا البوكس أتمنى كات الأفكار واضحة سهلة ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم العافية وكالغم وفهم وإضافة قد تقدم إعطائها بالطبع ومشيء يعني إعطائها البحث إلى من